ثلاثة أمور لا تغفلون عنها في حياتكم الحميمية بين قوسين الجنسية أول حاجة تتأكدون إذا كنتوا ما أنتم مرتاحين في الأمر تأكدوا خلو العلاقة من إنما في مشاكل وطرابات جنسية ثاني شيء ورح أذكر لكم أمثلة وكيف نعالجها بإذن الواحد ثاني شيء اتأكدوا من إن التواصل الحميمي العاطفي طبعا هنا فعال بينكم مثل القبولات الضمات الأحضان إذا كان في تواصل وتوافق حميمي يساوي علاقة جيدة بإذن الواحد للأحد ثالث نقطة أتأكدوا ما في عند الشريك مشكلة ما عنده اكتئاب ما عنده قلق ما عنده مشكلة تعيق على أن العملية تصير في أكمل وجهها معروف أن الإطراب الإكتئاب يقلل بل أنه يصبح المكتئب بارد جدا جنسيا بسبب أن الإكتئاب سبحان الله يصير نقص في السيروتونين ما عاد ويصير صعوبة في الاستمتاع أصلا في الحياة بشكل عام مثل ماذا الإطرابات اللي ممكن يصير نسميها الإطرابات الجنسية هي فعلا لا تسكتون عنها لأنها في دائرة مفرغة السكوت عنها قاعد أحد الشريكين يصير محتقا لذلك يجب علاجها ووضع اليد على الجرح وتعالج وتحسن علاقتكم الزوجية المشاكل مثل مثلا إطراب النشوة الجنسية الأنثوية اللي يكون فيها مثلا برود غالبا وتكون أسبابه مثلا ممكن الرجل دائما أقول ترى دفت الحياة الجنسية بيد الرجل أكثر من المرأة هو اللي أقدر على أن يذهب للعلاج لا يسكت طبعا كل بنية نفسية كيف تتعامل مع المشاكل هذه بعض البنية نفسية تجنبية اعتمادية تسكت وتكتم وبس وهذا الشيء طبعا راح قل الثقة والسكوت والكتمان أبدا مو بصالح حياتكم الزوجية والاستقرار الزواجي زي ما قلنا أنه هذا ركن أساسي في الحياة الزوجية لذلك المرأة اللي ممكن عندها اضطراب النشوة الجنسية الأنثوية القليل إيش يصير؟ يصير لازم نفحص شخصيتها لازم نفحص وش عندها هل عندها قلق لأنه دائما إذا أصيب الدماغ بالقلق على طول يصير عندكم انخفاض في الرغبة الجنسية كذلك الرجل اللي هو برود الرجل أو اضطراب النشوة الجنسية الذكوري اللي هو أقل أن يكون عنده النشوة والرغبة قليل أيضا يعالج ويعتمد العلاج غالبا على أنه نشوف الثقة بالنفس نشوف هل هناك جانب دوائي مؤثر نشوف أيضا هل هناك قلنا القلق قلنا الأدوية قلنا أيضا سبب عضو